الجدل الذي تصاعد على مدى الأشهر الماضية في واشنطن بشأن تصنيف الإخوان المسلمين حركة إرهابية لم يحرج فيما يبدو أحداً مثلما أحرج قطر فهي الدولة التي تستضيف أبرز رموز هذا التنظيم الدولي وهي التي كانت وراء تمويل ودعم الجماعة في أكثر من بلد ولأكثر من سبب ومع اتساع الدعم خاصة في المعسكر الجمهوري لفكرة منع نشاط الإخوان وظهور أدلة متزايدة على دورهم في تغذية التطرف والإرهاب تتقلص فرص المناورة الدبلوماسية لدى الدوحة لتجد نفسها وجهاً لوجه مع حقائق دورها المشبوه إقليمياً ودولياً علاقة قطر بحماس مصدر قلق حقيقي يقيم في قطر كبار قادة حماس والإخوان المسلمين الحديث هنا لإدرويس والرجل هو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي ومعرض كلامه يأتي خلال تقديمه مشروع قانون يفرض عقوبات على أي منظمات أو أشخاص أو حكومات تقدم الدعم إلى حركة حماس مادياً أو دبلوماسياً والكلام ليس بجديد على الرجل فهو الذي لوح قبل شهر بضرورة نقل القاعدة الأمريكية من قطر للسبب نفسه دعم الإخوان وحماس وكل ما يندرج تحتهم لكن الجديد هو هذا الاتجاه في الموقف من الإخوان المسلمين وفروعهم من جانب الولايات المتحدة هم الذين أقامت تعاوناً تاريخياً معه في مواجهة الشيوعية ورأت فيهم بديلاً في لحظة ما عن الجماعات المتطرفة وبناء عليهم تم التقسيم ما بين بات يعرف بالتيار المعتدل والتيار المتطرف وخلافاً لما هو متداول بأن التعبير الأشد وضوحاً على العلاقة الأمريكية الإخوانية كانت في عادي باراك أوباما فإن بعض الأجنحة في إدارة جورج بوش لم تكن بعيدة عن الإخوان وسجلت سعيها مراراً لخطب ودهم في الأول من مارس 2007 نشرت فورين أفرز مقالة شكلت تعبيراً صارخاً عن ذلك التوجه الإخوان المسلمون معتدلون قال كتاب المقالة ولوحوا بوضوح عن مزاج أمريكي عام قريب من الإخوان المسلمين على اعتبار أنهم قادرون على منع الجهاد مزاج وجد سياقه في سياسات الإدارة الأمريكية إبان عادي باراك أوباما والتي كانت ترى في الإخوان فصيلاً يمكن التعامل معه ومثالاً على هذا المنوال ينسج التعاطي مع الملف المصري بعد تسلم عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر يأتي إدرويس ومن معه ويقدم طرحاً مخالفاً لمعاهدته السياسة الأمريكية في لحظة دولية فاصلة يبرر الطرح بالنتائج التي ترتبت على ذلك التعاون والتساهل مع الإخوان عبر التاريخ على اعتبار أنهم يمكن أن يشكلوا بديلاً عن المتطرفين وهم الإخوان أنفسهم من يبينون صراحة في وثائقهم أنهم يريدون أن يعيدوا ما قالوا إنها الأراضي التي اغتصبت من المسلمين والعضوية في الإخوان بحسب تقرير السور جون جينكيز الذي قدم للبرلمان البريطاني هي مؤشر على التطرف والمؤشرات تلك تحولت أدلة في ظل المواجهة التي يعيشها العالم مع الإراب والتي باتت تستدعي مواجهة الرعاة والفكر والمنابر وعلى رأسهم قطر يرد إدرويس على مخاوف بعض الأجنحة في الإدارة بشأن القاعدة الأمريكية في قطر بالحديث عن احتمالية نقلها وهي خلاصات لا يعرف ما إذا ستسلك طريقاً فوراً نحو التنفيذ إلا أنها بالتأكيد تشي بأن شهر العسل الطويل مع قطر والإخوان ومن والاهم قد ول إلى غير عودة نرحب الآن بضيوفنا لهذا الموضوع من باريس معنا الكاتب والباحث السياسي مشعل النامي ومن القاهرة معنا نائب رئيس تحرير الأهرام للشؤون العربية أشرف العشري ومن واشنطن ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي حيثم الهيتي نذكركم بأنه بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلاتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك سأبدأ من واشنطن حيث الحدث هناك مع السيد هيثم إلى أي درجة نجد هناك توجه لدى الكونغرس الأمريكي لدى بعض النواب من أجل دعم سياسة الرئيس ترامب في وقف تمويل الإرهاب وفي ملف الإخوان المسلمين أولا يجب أن نتذكر أو نعود إلى الخلف لنتذكر حملة الرئيس ترامب التي كانت تتحدث عن موضوع الإرهاب وكيف عن تساهل الإدارة السابقة مع الإسلاميين الذين يتخذون من الإسلام السياسي الوسيلة الرئيسية في آيدولوجياتهم والدفع بها أنا أعتقد أن الآن هناك نشوء واضح لتيار أو أجواء أو مناخ سياسي داخل الكونغرس حتى وإن لم يتخذ قرار حاسم اليوم ولكن هناك مناخ كبير وواضح ومتجه نحو الارتفاع باتجاه الإسلام السياسي بشكل عام وباتجاه الإرهاب في العالم الذي نشأ نتيجة لدعم بعض الدول لهذه المؤسسات الآيدولوجية وفرضها على مجتمعات ملينية لدى الجمهورين فقط ولا الجمهورين والديمقراطيين أيضا طبعا أنا أعتقد أيضا حتى الديمقراطيين هناك لديهم توجه كبير ولكن لا يمكن أن نحدد من هم الذين سيتشكلون خاصة وأننا نجد أن هناك تحولات كبيرة في شكل التحالف السياسي داخل الكونغرس أو ما يسمى الكوكس يعني هناك تجمع يشكل رأي عام جديد هذا الرأي العام الجديد داخل الكونغرس هو من كل الجبهتين أو من كل الحزبين الجمهوري والديمقراطي والذي مؤيد لبعض القرارات التي يتخذها الرئيس ترامب وهناك عملية تحول الآن في عملية توجه الكونغرس أو أغلبية الكونغرس وهذا التحول متغير ليس ثابت نتيجة لإدارة الرئيس ترامب على سمين المثال كنا نرى أن هناك حضر معين على سدة دول لديها مشكلة في السيطرة على دولها أو مشكلة في السيادة السياسية وبالتالي كان هناك اختلافات جذرية اليوم توجه القضاء باتجاه قرار ترامب إذن الرئيس ترامب الآن رغم كل العقبات والإشكاليات السياسية التي واجهها والدعاية المضادة له إلى أنه يبني ستراتيجية سياسية واضحة وهذه ستتشكل أعتقد يحتاج لها عدة شهور قد تكون ستة شهور أو السنة الأولى من عمر إدارته وبهذا أقول أن هناك توجه نحو دعم الإرهاب واضح ونحو الدول الممولة للإرهاب التي كان هناك استحياء في مخاطبتها وكذلك نحو الدول التي تبث سمومها عبر أيديلوجيات تدعينها إسلامية بأشكالها المختلفة وهي مزقت الطوائف وشكلت صراعات طائفية في دول معينة للأسف وأعتقد أننا هناك مضي بهذا التوجه طيب أستاذ أبل القاهرة أستاذ أشرف العشري أستاذ أشرف برأيك هل انتهت هذه الموجة قبل إدارة أوباما كان الحديث عن تنظيم الإخوان في أمريكا لا يستساغي ولا حتى فيه علاقات أو زيارات أو شيء من هذا النوع الآن عاد ترامب بعد أوباما الذي قدمت دعم السياسي لهم فيما سمي بمرحلة الربيع العربي هل هذه صحوة أمريكية هل هذا تغير استراتيجي في التوجه الأمريكي أم هو شيء منوط فقط بتوجهات ترامب ما رأيك الفعل يبدو أننا أمام مشهد جديد فيما يتعلق بالعلاقة بين الكونجرس والإدارة الأمريكية من ناحية وبين التوقع الأمريكي في ظل الإدارة الجديدة إدارة الجمهوريين إدارة ترامب فيما يتعلق بالتعاطي بقوة مع جماعة الإخوان التنظيمات الإرهابية وتصنفهم بشكل يليق بيهم فيما من جراء ممارساتهم طيلة السنوات الماضية والأمر الذي كان مستترا في الإدارتين السابقتين سواء إدارة أوباما أو حتى إدارة جورج بوشي الإبني لم يكن أي نوع من التعاطي ولم يسعى كلا الإدارتين إلى توفير أي نوع من المعقابة أو العقاب أو على أقل إحداث نوع من الانكشاف الاستراتيجي باتجاه توجهات هذه الجماعة نحن الآن في فصل جديد مشهد متحارب ديناميكي وهناك حالة من التناغم والتمائف العلاقة بين الإدارة الأمريكية الحالية وبين الكونجرس بصرف النظر عن المشاكل الداخلية في داخل البلاد المتحدة الأمريكية لكن في هذه القضايا تحديدا يبدو في خلال الإشارات التي تورد على مدار الساعة في اليومين الماضيين بخلط الصراحات من قبل أعضاء الكونجرس هناك نوع من التناغم فيما يتعلق بضرورة أن يكون هناك بالفعل توجه جديد واستراتيجية جديدة نحو التعاطي مع هذه الجماعة وتصنفها بالشكل الذي يقلق فيها من خلال ممارساتها من خلال كثير من بعض الممارسات التي أدت إلى أحداث حالة من الفوضى الجوالة في المنطقة وتخريب وتقسيم وتشرزم في ثلاث السنوات الماضية هذا المشروع المقدم تحديدا أعتقد أنه مقدم باتجاه دولتين في المقام الأول كلها من قطر وإيران قطر توجه كثير من الدعم من مالي والنزيجتي وكثير من بعض الأحلاثات العسكرية لكل من جماعة الإخوان وحركة حماس إيران أيضا جماعة قطر أيضا إيران لكل من الجهات الإسلامية وحماس وبالتالي هذا المشروع ربما يكون مشروع بداية صحوة أمريكية جديد ربما تستراتيجية للتعاطي بقوة مع هذه الجماعة إسمح لي أن أسأل هنا السيد مشعل النامي من باريس برأيك ما جدية هذه الصحوة ولماذا يعني أمريكا دائما في سياساتها تعمل من أجل مصالحها الخاصة لكن هنا يبدو أن الوضع مع انتشاره في الكونغرس في مشروع آخر أيضا في موضوع الإخوان المسلمين يبدو أن الموضوع أصبح على الأجندة وموضوع مهم ما رأيك ما سبب هذا التغير الأمريكي تجاه لهجة حازمة أكثر من تنظيم الإخوان نعم عمل أمريكا لأجل مصالحها هو ما يشكل لنا بالنسبة كدول خليج يشكل لنا مشكلة لأن الأخوان المسلمين لا يشكلون أي خطر على الدول الغربية ومستعدين أو عملوا طوال تاريخهم أو معظم تاريخهم لتحقيق مصالح الدول الغربية في الدول العربية بالإضافة إلى أنهم يجمعون بين أمرين هم يتعاملون ويتآمرون مع الغرب ضد الدول العربية والمسلمة بالإضافة إلى أنهم يهددون الأمن والسلم الأجتماعي في الدول العربية وهنا مكمن المشكلة أن الأخوان المسلمين لا يشكلون خطر ولذلك هذه الدول توفر لهم الملاذ الآمن هناك الاستثمارات الأخوانية الآن تنتشر بشكل كبير وكبير جدا في الولايات المتحدة وفي أوروبا تشكل لهم ملاذ آمن وتشكل لهم تمويل لأنشطتهم في مختلف دول العالم كانت في فترة من فترات دول الخليج أو المتعاطفين معهم والمنتمين لهم من دول الخليج ينفقون عليهم أو يعتمدون عليهم في ملأتهم المالية الآن هذا لا يشكل أي شيء بالنسبة لأخوان المسلمين حيث نقلوا كافة استثماراتهم ومدخراتهم إلى أوروبا هذه مشكلتنا هم يدعمون الاقتصاد الأوروبي من خلال عملهم في هذه الدول ويوجهون شرورهم ضد الدول العربية والإسلامية لذلك هنا المشكلة التي تكمن في إقناع الكونغرس أو إقناع الرأي العام الأمريكي أو إقناع دوائر السياسة في الولايات المتحدة وأوروبا بأنهم جماعة لا تصلح أو يجب معاربتها سيد مشعل أبا سألت عنه هو يبدو أنه في صحوة من خسين أو في توجه أمريكي الآن في عكس هذا الاتجاه برأيك ما سببه لا أظنها صحوة وإنما شراء لخاطر دول الخليج التي أصرت على أن يقف هذا الهرج والمرج وهذا اللعب وهذا حالة اللا استقرار التي ولدها ما سمي بالربيع العربي والذي كان محركه الرئيسي والأساسي هو جماعة الأخوان المسلمين والأطراف التي تغذيهم وتدعمهم إعلاميا وماليا وحتى لوجستيا كدولة قطر التي سخرت إعلامها وأموالها لدعم هذا المشروع التخريبي الذي سماه الغرب بالربيع العربي وحمل الأخوان المسلمين هذا اللواء واستمروا بتخريب الدول العربية تحت شعار ما سمي بالربيع العربي هذه هي نقطة التحول في رأيي في المشهد السياسي وأظن أن دول الخليج بحاجة لأن تحشد الرأي العام حتى يولدوا ضغط أكثر على مركز القرار في الدول الغربية والولايات المتحدة تحديدا ليدعموا موقف الساسة إذا ما أرادوا اتخاذ موقف ضد الأخوان المسلمين أعود إلى أستاذ هيثم في واشنطن هنا في هذه النقطة أيضا أريد أن أسألك هل هي كما وصفها أستاذ مشعل ربما مجاملة محابة لدول الخليج أم أن هناك تيار في الولايات المتحدة وربما رئيس ترامب شخصيا يرى أنه في رابط قوي بسبب هذه الفوضى وبسبب هذا الإرهام الذي تدعمه هذه الجماعة أمن أوروبا ربما وأمريكا ربما يصبح مهددا وإن ليس بشكل كبير كما يحصل في الشرق الأوسط وبالتالي فإن الخطر إذا لم يتم وقفه الآن قد نواجه بخطر كبير نصبح لا طاقة لنا به في أرضنا ما رأيك؟ يعني هناك أكثر من عامل في هذا الموضوع ولا يوجد عامل واحد العامل الأول طبعا هو المصالح الاقتصادية التي حصلت مع الخليج وهذه المصالح مهمة وبالتالي يجب أن يكون هناك تعاون في هذا الاتجاه العامل الثاني والمهم جدا يعني هناك توجه أمريكي وخاصة لإدارة الرئيس ترامب هي ضد ما يسمى بالإرهاب الذي نتج عن تنظيمات متطرفة ويجب أن تظهر منها طبعا سنية ومنها ميليشيات شيعية والتنظيمات هذه مدعومة من أطراف داعمة بشكل عام للإسلام السياسي وداعمة بشكل عام وبشكل خاص للأخوان المسلمين وبالتالي هناك ارتباك في فهم من هم الإرهابيون هل هم قادمون من تنظيمات فقط القاعدة وداعش أم هم نبتة نشأت من فكرة الأخوان المسلمين أو أن الإخوان المسلمين قد دعموا هذا الاتجاه بشكل عام وبالتالي هناك توجه عام هو ضد الإسلام السياسي والتطرف والإرهاب خوفا من الوقوع ضحية لهذا العنف القادم والمخيف والمرعب العامل المهم جدا أننا لو ألقينا نظرة على كل الدول العربية التي حصل فيها ما يسمى بالربيع العربي أو غيرها جميع الدول التي فيها تنظيمات الإخوان المسلمين والإسلام السياسي الشيعي بشقيه سواء كانت بهذا الاتجاه أو كلاهما هي دول الآن تعاني من مشاكل الإرهاب وتعاني من العنف وتعاني من مشاكل سياسية حتى مع الولايات الأمريكية المتحدة يعني أنظر إلى سبيل المثال أنظر إلى العراق إلى سوريا إلى ليبيا إلى كل هذه الدول التي فيها نوع من الإسلام السياسي وبالتالي هذه الدول أصبحت دول غير مستقرة بسبب نمو هذه التنظيمات بدعم من دول معينة كقطر وتركيا وغيرها ولا مستقبل لهذه الدول في الاستقرار ولا مستقبل للمصالح مع الولايات الأمريكية المتحدة لهذه الدول بل أنها ستكون مصدر إزعاج ومصدر إرهاب ومصدر شلل اقتصادي وأمني مستقبلي وبالتالي عليهم أن يجدوا الحلول نعم للأخوان المسلمين وللإسلام السياسي الشيعي المدعوم من خامنئي نفوذ كبير في كل دول العالم وحتى في واشنطن ولكن هناك توجه عام ضد هذا النوع من الإسلام السياسي الذي قد يؤدي إلى العنف وهو خطر كبير علىها بصالح هذه الدولة قبل أن نأتي على دور قطر وموقفها مما يحدث الآن أريد أن أسأل أستاذ أشرف في القاهرة أيضا في هذا الاتجاه كثيرون كثير من التحليلات والسياسية نقرأها بأن مخابرات الأمريكية تعلم أن من ذهب للقتال في أفغانستان مع بن لادن هم من الإخوان المسلمين ومن ثم من خلالهم ظهرت القاعدة والقاعدة في سوريا صار لها اسم آخر جبهة النصرة خرج منها داعش في ارتباط واضح والمخابرات الأمريكية أكثر من الجهات التي تعلم ذلك الآن تم السكوت عن جماعة الإخوان تنظيم الإخوان منذ 11 سبتمبر حتى الآن بدأ في تحرك قوي برأيك أنت أيضا هل كانت بعض الأجهزة الاستخباراتية الغربية تستخدمهم فعلا وتستفيد منهم والآن انتهت من هذه الخدمة أم أنها فعلا ترى أنهم يشكلون خطر ممكن أن يؤذي المصالح الأمريكية أيضا فعقالة أولا بس دعني أمر سريعا على ما قاله الأخي مشعل في باريس فيما يتعلق بأنها مع حرس مقبل إدارة ترامب تقالي أخوانهم وقاملة من وجهة نظري ليس هذا هو ربما يكون التصويب الصحيح هو أعتقد موقف استراتيجية جزء من استراتيجية إدارة أوباما ترامب تحديدا أعتقد أنه منذ اللحظة الأولى حتى قبل الهيسة دقود البيت الأبد في لقاءاته على سبيل المثال مع رئيس عبفتاح السيسي في الأمم المتحدة في ديسمبر قبل الانتخابات الأمريكية بعدة أشهر واجه كاسيم من بعض التقييم الموضوعي للدولة المصرية وأسنع على ما تقوم به وأندل بمواقف الإخوان المسلمين بأنها منظمة إرهابية ودعا أن يكون هناك قوة وبسالة في وجهة هذه الجماعات الإرهابية وهو زي الإدارة ترى أن كل التنظيمات في المنطقة خرجت من رحم جماعة الإخوان وما حدث وتحدثت عنه بشأن أفغانستان وهو كثير من التنظيمات حتى باختلاف القعدة وأخواتها كلها خرجت من رحم جماعة الإخوان المسلمين التي يتطبر المورد الأساسي لقيادات الإرهاب في المنطقة في الشرق الأوسط وبالتالي كثير من المخابرات في دول العالم كانت تعتمد فترة السمينينات والتسعينات على زي القيادات وأزي الجماعات بما فيها القعدة وأخواتها في محاولة لتنفيذ جزء من الأجندات الغربية والأمريكية سواء في فغانستان وحتى في المنطقة الآن في ظل التغيرات اللي ما حدث في السنوات القليلة الماضية واكتوى المجتمع الدولي والمتحدة الأمريكية بعد 10 ستمبر وحتى فرنسا وبريطانيا في المدى القريب وأسبانيا وليكسنبورغ وغيرها اكتووا بينار جماعات الأرهابية بدأ الجميع الآن في حالة من الاستفاقة والإفاقة بأن هذه الجماعات ربما تمثل مهلك التالوكة للجميع وأنهم عليهم أن يكونوا عارض نظر بالرغم أن لديهم مصارح وفروق حضر قبل أن أعود إلى باريس تعقيب سريع سيد أشرف هناك دوحة تحديدا ربما الحكومة القطرية كانت تراهن على خسارة ترامب وأن تأتي هيلاري كلينتون وكانت تتوقع أن تستمر نفس السياسة سمن عسل مع تنظيم الإخوان وبالتالي ربما الموضوع أيضا له توجه حزبي وشخصي مع ترامب ما رأيك بكل تأكيد أعتقد أن قطر كان لديها سيناريوات مغيرة تماما وكانت تتمنى أن يكون هناك هيلاري كلينتون لأنها سوف توفر غطاءا ودعما لقطر تحديدا خاصة وأنها حتى قبل وصولها للبيت العبيض وفرت كثير من بعض الرافعة السياسية لدولة قطر وربما كانت تشجع أو توفر تغطية الآن مع ترامب تغيرت الخريطة بشكل كامل هناك عملية استفاقة كاملة في المنطقة وفي إدارة ترامب حتى ترامب نفسه الذي لديه مصالح استراتيجية وأيضا قاعدة عسكرية قال أن قطر يبدو أن لديها تاريخ طويل في دعم تنظيمات الإرهابية على سبيل المثال لو نظرنا المشروع القانون الجديد المقدم من الكونجرس في كراءة أو مطالعة متألنية نجد أن هناك مجموعة من الإجراءات بلغة الأهمية يجب أن نتوقف عندها هو يقول في مشروع القانون المقدم من الكونجرس أنه لابد أن يكون لدينا وقف أو اتخاذ مجموعة من الإجراءات العقابية باتجاه وقف التعاملات التجارية مع قطر الاقتصادية المالية على التداول الرياضي للقطر والمهنوك والمهنوك الأمريكي هذه النقطة جدا مهمة ما جاء في التقرير دعنا نعود لها نبحثها مع دور والحرج القطري لكن اسمح لي أن أذهب لباريس فقط تعليق من أستاذ مشعل هناك على هذه النقطة حتى نختمها تماما أستاذ مشعل ما رأيك هنا أكثر من سبب يدفع الإدارة الأمريكية الآن لتغيير موقفها والذهاب لحربة تنظيم الإخوان ومعاقبة من يموله ويدعمه أنت قلت نقطة مجامل إذا كان عندك رد وتعقيب سريع حتى نبدأ في طرح بنود المشروع وعلاقته بقطر نعم أظن أن الأمر ليس فقط لدعم تنظيم الإخوان وإنما تنظيم الإخوان أو فكر الإخوان هو الفكر المغذي لكافة التنظيمات الإرهابية ليس في المنطقة وحسب وإنما كل التنظيمات الإرهابية التي تنتمي أو التي تدعي انتمائها للإسلام عبد الله عزام هو شيخ أسامة بن لادن وأستاذ أسامة بن لادن والذي كان هو رئيس المجاهدين العرب أو زعيم المجاهدين العرب في أفغانستان منتمي تنظيميا لتنظيم الإخوان المسلمين أسامة بن لادن كان منتمي تنظيميا ثم تركهم تنظيميا ولم يتركهم فكريا وكذلك عيمان الظواهري نفس حال أسامة بن لادن وتنظيم داعش لا زالت اللافتات أو المقولات معلقة في المناطق التي احتلها في كل من سوريا والعراق التي علقها في الشوارع وهي مقولات لسيد قطب كبير منظري تنظيم الأخوان أو جماعة الأخوان والأب الروحي أو عراب الفكر التكفيري والمتطرف المعاصر من أبرز مطوري الفكر الإرهابي أو المتطرف هو سيد قطب وهو منظر وكبير منظري تنظيم الأخوان وكان مفتي الجماعة في حياته المسألة مسألة ربط بدعم الفكر المتطرف وهذا ما ذكره ترامب تحديدا عندما تحدث عن قطر وتحدث عن المنطقة تحدث عن محاربة الفكر المتطرف الذي طبعا مثل ما ذكرنا أمه أو أبوه أو أبوه الروحي هو تنظيم الأخوان أو فكر الأخوان المسلمين الذي يتلون حسب مصالحه وحسب المنطقة وحسب الزمان والمكان لذلك تراه كالحمل الوديع في الدول الغربية وتراه كالأسد أو كالسبع الذي يستأسد في الدول العربية إذا ما لقي دعم وهو بنفس الفكر يعني يحمل وجهين أو جانبين طرف يفجر والآخر يستنكر في نفس البلد ونفس الجماعة وهذا ما ذكره منظروه أو الفكر الأخواني نحن أمام تنظيم أو فكر متطرف خطوطه العريضة وضعها تنظيم الأخوان لذلك يجب محاربة فكر تنظيم الأخوان وأظن أن التنظيم بدأ يتداعى بعدما انشق بعد ما حصل له في مصر لكن بقي الفكر الذي يهدد بقيام التنظيم مرة أخرى أو قيام تنظيمات أخرى كما ظهر الداعش والقاعدة وغيرها المسألة أكبر من مسألة جماعة الأخوان طيب أعود للقاهرة مع أستاذ أشرف العشرك فتحت أنت موضوع النقطة يعني مسودة هذا المشروع وحديثه بشكل مباشر عن قطر أو عن قطر وإيران وبالتالي هنا إلى أي درجة يحرج هذا المشروع وهذا النقاش الدوحة وكل تأكيد ربما سيضع الدوحة في عين العصيفة من الأنفسها أيضا سمسل هذا المشروع في حال التمرير أو حتى خضوع النقاش مطوط داخل الكونجرس فالعب دورا كبيرا في تغيير الوجهة من قبل أعضاء قصر داخل الكونجرس في المرحلة القادمة وسأيضا يضع قطر ويحشرها في الزاوية من الأنفسها أيضا لأن هناك كما قلت أكرر حالة من التناغم والتمائف العلاقة الآن فيما يطلق بهذه القضية تحديدا بين الإدارة الأمريكية إدارة ترامب والكونجرس الأمريكي وبالتالي قطر الآن تشعر بالحرج الشديد سيكون موقفها بالفعل بلغ الصعوبة لأنها تواجه كثير من الضغوط في الداخل العربي هناك مهلة تنتهي ملاحظة القادمة وننتظر إجراءة أو سلسلة عقوبات أو حزمة عقوبات جديدة ابتصادية وسياسية جديدة بتجاه قطر ابتداء من يوم الإستيناء أو السلساء حسب كثير من الدولوماسيين في القاهرة بالإضافة لأن مثل هذا الإجراء أيضا سيضع المجتمع الدولي والدول الأوروبية تحديدا بعد اتخاذ قرارات من قبل الكونجرس لتحزو حزو الكونجرس والإدارة الأمريكية أو الدولة الأمريكية في المرحلة القادمة لمزيد من الإجراءات ووجدنا هذا بالفعل الثلاث بنوك بريطانية اليوم أوقفت التعامل بالريال قطري بالإضافة لأنها حرس حتى في الانتفاضة الخاصة أو على الأقل المجموعة التي استطعت أن تجمع توقعات في إنا لتوقيع عقوبات على قطر وتكديم قضايا وأيضا التشير بقطر ستفتح بالفعل كثير من الملفات المسكوطة عنها لدى عواصم أوروبية وإقليمية كثيرة في المرحلة القادمة في حالة إتمام هذا المشروع وقبل الكونجرس أرى أن قطر ستخسر كل أوراقها سواء عربية أو حتى أمريكية في المرحلة القادمة وربما ستكون أشد الناديمين وربما يكون القادم أسوأ بالنسبة لقطر في المرحلة القادمة أيضا أذهب إلى واشندون أستاذ هيثم هنا برأيك ما هي حضوظ تمرير هذا المشروع وكان أيضا في مشروع سابق حول تنظيم الإخوان المسلمين بالإضافة إلى العلاقات مع الدوحة علاقات قديمة بين الولايات المتحدة عام 1996 تحديدا من بعد ذلك في قاعدة أمريكية أشارت إليها مندوبة أمريكية في مجلس الأمن لكن قالت وقف دعم الإرهاب أهم بالنسبة لترامب هذه العلاقات ومشروع الربيع العربي كان أيضا في انسجام واضح بين إدارة أوباما ومع قطر وبالتالي هذا المشروع له علاقة مباشرة بقطر وبالتالي كيف يمكن أن يكون التعامل معه من قبل الكونغرس والإدارة الحالية وحضوظ إقرار أولا أدعني أذكر بنقطة جدا مهمة وأساسية أنا قرأت عن هذا المشروع في أحد الصحف الأمريكية منذ عدة شهور يعني في الشهر الأول أو الثاني من إدارة الرئيس ترامب وبالتالي هذه الأفكار ليست جديدة على الكونغرس خاصة مع وصول ترامب الذي فاجئ حتى مراكز استطلاع الرأي العام وبالتالي هو عبارة عن تحول ستراتيجي في الإدارة الأمريكية وتغير في السياسات العامة ويجب أن نفصل ما بين إدارة الرئيس أوباما وما سبق إدارة ترامب وتوجهاتها السياسية والستراتيجية وعلاقاتها مع إيران ومع قطر وما بين إدارة ترامب والتوجه وتوجيه الدفة الجديد باتجاه آخر هناك وضوح في الرؤية بإدارة ترامب ولكن هناك حاجة لإعداد خطط هناك رؤى ولا يوجد خطط واضحة ولكن هذه الرؤى هي باتجاه كامل ضد ما يسمى بالإرهاب وتمويل الإرهاب وضد ما يسمى الدولتين الرائيتين الرئيسيتين للإسلام السياسي والذي يخلف العنف ويخلف الإرهاب وهما بالتحديث كل من إيران وقطر في المنطقة وأعتقد أنني جازما أن الأشهر القادمة ستنشئ نوعا تحالفا ستراتيجيا داخل الكونغرس سينتج قرارات مفاجئة لكل الطرفين من الإسلام السياسي في المنطقة الشرق الأوسط وأنا هنا لا أتحدث عن فقط تنبؤ ولكن عن دراية عميقة بأن هذه الأمور تسير بسلاسة وبدقة متناهية نحو توجه جديد للإدارة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط والمنطقة سيد هيثم وما يجري ترواب له والحديث عن أن البنتاجون ربما يكون أقل ربما حماسا لمثل هذه الخطوة لأنه في قاعدة في قطر وفي علاقات ما رأيك هذا جزء من الصورة أم أنه مبالغ في الحديث عن موقف البنتاجون أو تيلرسون شخصيا وزير الخارج يعني الولايات الأمريكية المتحدة هي عبارة عن مؤسسات ولكن صاحب القرار الرئيسي والمهم هو الكونغرس هناك أربعة مؤسسات رئيسية الدفاع الخارجية الكونغرس والبيت الأبيض ولكن الكونغرس هو العقدة التي تدير كل هذه المؤسسات وتسيرها بالاتجاه الرئيس والبيت وايت هاوس هو العقدة الأخيرة شكرا وبالتالي أنا أرى بأن هناك توجه واضح يسير باتجاه بالضد من الإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط المتمثل في إيران وقطر وعليهما أن يتخذها الإجراءات والمبادرات السريعة قبل أن تسير باتجاه سلبي ضدهما بشكل كبير شكرا جزيلا لضيفي من واشنطن الكاتب والباحث السياسي هيثم الهيتي سأتحول إلى باريس أستاذ مشعل أيضا في الختام أستاذ مشعل برأيك دور قطر هنا كيف يمكن أن تتعامل مع هكذا توجه أمريكي في المستقبل وهل تستطيع قطر أن ترد على أي توجه أمريكي ربما تستطيع الولايات المتحدة بالتأكيد وليس ربما أن تتخذ الإجراءات التي تريد تجاه قطر ولا تستطيع قطر أو غير قطر حتى مجرد التلويح بأن هذا سيؤثر على العلاقة مع الولايات المتحدة أو أن هذا قد يهدد بقاء قاعدة العديد القاعدة الأمريكية في قطر أو يعني قطر ليس لديها خيارات سوى الانصياع للرغبة الأمريكية إذا ما كان هناك رغبة هناك عملت الدوحة مؤخرا على تسريع وتيرة تشكيل جماعات الضغط أو تحريك جماعات الضغط في واشنطن للضغط على القرار أو محاولة الضغط على الرئيس دونالد ترامب لكي لا يضغط على قطر حتى باتجاه إخضاعها أنصح التعبير أو تلبيتها لمطالب شقيقاتها في الخليج المشكلة أكبر من قطر ولا تستطيع قطر أن تتصرف بها سوى من هذه الناحية ناحية توليد محاولة تشكيل أو توليد جبهة ضغط داخلية للضغط على الرئيس ترامب لكن المشكلة الأكبر تكمن في الكونغرس كما ذكر زميلي شكرا جزيلا لضيفي من باريس الكاتب والباحث السياسي مشعل النامي نختم مع ضيفنا من القاهرة أستاذ أشرف إذن أنت ذكرت قبل قليل بأن في حال إقرار هذا المشروع هذا القرار ربما تكون الوضع أصعب ما بين الدوحة برأيك بالنسبة للتنظيم نفسه أيضا كيف يمكن أن يؤثر عليه باختصار بإضافة إلى ما طرحته سيد يوسف هناك نقطة جوهرية أيضا في الشهر القرار وهو إمكانية أن يكون هناك تعليق لتصدير السلاح لدى قطر قالوا أعضاء الكونغرس في الساعات الماضية كيف نسمح لدولة مثل قطر توفر ملازات أمينة للقراضاوي والكنزين من قيادات الإخوان والتنظمات الإرهابية يطفر لهم ملازات ومنصات ليوجهوا كثير من خطاب الحقد والقرهية في المنطقة ويدعوا للإرهاب ويشجع الأعمال العنف والقتل ونوفر لهم سلاحا أو نبع لهم سلاح هذا الأمر أيضا موجود في الكراءة الأولية لمشروع القرار وفي المقدمة الأولية لمشروع القرار وبالتالي هذه مأزة جديدة أيضا لقطر في المرحلة القادمة إذن إجراءات اقتصادية وعسكرية وأمنية في المرحلة القادمة وبالتالي قطر لم يعد لديها ملازا إلا إمكانية أن تستجيب للمطالب أو لقيمة المطالب العربية التلاتاشر وهو طرد هذا التنظيم والبحث بالفعل عن الدخول في بيت الطاعة الخليج والعرب في المرحلة القادمة ليوجد خيار كل الطرق مسدودة أمام قطر وأعتقد أن الأيام لكن ماذا عن التنظيم أيضا باختصار سيد أشرف التنظيم باختصار الآن يتقاكر ويتراجع لأنه سيفقد الممول الرئيسي المال العابل للقارات التي يأتيها من قطر سيتوقف تماما لأن هذا الأمر سيخضع للخزانة الأمريكية والمرقبة الدولية وبالتالي سيكونك عملية تعضع لهذا التنظيم في مرحلة القادمة وربما يكون لك نوع من تجديد القبض عليه داخل قطر وداخل المنطقة بالإضافة لأن الدول الأوروبية نفسها ستعيد النظر في إجراءات التعاطي مع تسهيلات التي كانت تقضع من بعض الكائرات هذا التنظيم أنا أرى التنظيم في مرحلة من التراجع وأيضا الرفاع الرئيسية لهذا التنظيم في المرحلة الحالية كما فعلت الثلاث السنوات الماضية بعد اخسار 25 يناير في مصر شكرا شكرا جزيلا لضيفي من القاهرة نائب رئيس تحرير الأهرام للشؤون العربية أشرف العشرين